أهلاً ننتقل المشاهدين إلى نيويورك وتزايد الدعم الدولي للوحدة الترابية للمملكة فخلال أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأمم والتحدة أكدت الشخصيات الدولية المشاركة في أشغالها أن حل قضية الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب سيمكن من التعاون والتنصيق لرفع التحديات التي توجهها المنطقة وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية من نيويورك مرسلة المهدي محبوة حمز السايح المجتمع الدولي يصدح بصوت عال الحكم الذاتي المقترح الأنسب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية فمن أشغال اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأمريكية تأييد كبير للمبادرة المغربية باعتبارها أساساً واقعياً جدياً وذي مصداقية مبادرة منسجمة مع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وتتوافق مع القانون الدولي أبرزت في تدخل مبادرة الحكم الداتية التي تقدم بها المغرب والتي ستدفع نحو حل هذا النزاع المفتعل وتحدثت عن التطور الذي شهدته الأقاليم الجنوبية للمملكة وأيضاً الانتخابات التي جرت وأكدت على أن الحل الوحيد لهذا النزاع المصطلع يبقى مبادرة الحكم الداتي نحن هنا في هذه اللجنة الرابعة للدفاع عن مقترح الحكم الداتي تحت السيادة المغربية لما له من آثار إيجابية على المناطق الجنوبية للمملكة ومن وقع على الساكنة بهذه المناطق إذ ستساهم في الارتقاء بمختلف المجالات وفي المقابل الكيان المزعوم يهدف فقط إلى زعزعة استقرار المنطقة ولا يعترف بالحقائق التاريخية ولا يستجيب للتحولات التي يشهد العالم أتيت هنا للحديث عن عدم تمتيلية البوليزاريو لساكنة الصحراء المغربية وأيضا حول ما تم تحقيقه في المغرب خاصة الانتخابات التي جرت في أحسن الظروف وكانت تاريخية وهو ما يبرز أن مبادرة الحكم الذاتي مبادرة دات مصدقية وقوية ومكنتنا من التأكد أن البوليزاريو لا تمثل إلى نفسها من جاتنا كجامعيين الحل الواقعي الذي يرتكز حول التاريخ والذي يركز على وحدة القارة الإفريقية هو الحل المقترح من قبل المغرب لأن مبادرته تحترم حقوق الإنسان والقوانين الدولية وتسمح لساكنة المناطق الصحراوية بالمساهمة في التنمية أساتذ باحثون فاعلون اقتصاديون منظمات دولية والعديد من دول العالم الجميع يجدد دعمه لجهود المملكة المغربية المبذولة لتنمية الأقاليم الجنوبية أوراش دخمة ومشاريع كبرى جعلت من مدن الصحراء المغربية حواضر تنافس باقي ربوع المملكة بنيات تحتية من مستوى عال واهتمام متواصل ومتجدد بالعنصر البشري عاملان ساهما بشكل كبير في تحصين ظروف عيش الساكنة المغرب حقق تقدما واضحا بفضل الإصلاحات التي قام بها صاحب الجلالة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية ما جعل التطور واضح لقد زورت المغرب عدة مرات ولا حتى تقدم الحاصل نحن هنا لا تهمون دعاءة الجزائر والبوليزاريو لكن ما يهمون ما لاحظناه على أرض الواقع أنهم يجبون أن تظهر ليس باقي ربوع المملكة من الألجيريا والبوليزاريو لكن أن تظهر على الأصدقاء على الأصدقاء حاولت أن نذكر أعضاء ممثل مندوبي الدول الحاضرة للجنة الرابعة بأهمية الاستثمارات الكبيرة التي قام بها المغرب من أجل تنمية أقاريمها الجنوبية والتي يدخلوا للموذج تنموي كحلقة من هذه الحلقات التي ابتدأت منذ 1975 والتي كانت لها عكسات إيجابية سواء على مستوى التنمية البنية التحتية الإشادة الدولية والدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل أوحد لإنهاء نزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ما هما إلا نتاج عمل دؤوب وجهود كبيرة تبدلها الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمدنا السادس نصره الله جهود يجني ثمارها اليوم سكان الأقاليم الجنوبية عبر استثمارات دخمة وهائلة وتنمية اقتصادية واجتماعية تشمل كافة مناحي الحياة المهدي محيب وحمز السايح نيويورك الأولى